اشتركوا في القناة وستستطيع انها تشرع هذه الناس تمثل هذا المجتمع بكل طواقف ومرأة وشباب وكل القطاعات المختلفة قطاع الخاص وكل القطاعات المختلفة النهاردة عندنا مجموعة دواير هنتكلم عن دايرة مصر الجديدة وهي دايرة سخنة جدا نتكلم على دايرة السيدة زينب وهي دايرة مهمة نتكلم بعد كده على دايرة أز أزيه لكن اسمحوا لي أولا أن أرحب بضيوفي من الدايرتين الأولتين فاطمة نعود مرشحة دايرة مصر الجديدة كريم سالم مرشح أيضا دايرة مصر الجديدة أستاذ زين السادات وهو على الورقة كده زكريا أحمد عصمة السادات يعني زكريا وزين هم نفس الاسم يعني أهلا بيك الثلاثة مرشحين من دايرة مصر الجديدة دايرة مصر الجديدة عليها أربع مرشحين بعد وهي يعني أربع مرشحين على مقعدين وكان في مرشح الأستاذ متحة الشريف وقد اعتذر عن الحضور احنا بنحرص أن احنا نكون واضحين ونحنا نقدم الدعوة لكل المرشحين لكن أحيانا بيجي لنا اعتذارات وده بنقوله للاولية الانتخابات عشان ما ناخدش مخالفة وأيضا معي في هذه الجلسة رامي صلاح مستقل وموصل حركة تمرد ومرشح أيضا لدايرة سيدة زينب أمامه محمد شعبان شمكو مستقل وقد اعتذر أيضا عن الحضور ومعينا الورق شمبز برضو ما ناخدش مخالفة يعني عشان نبقى واضحين أهلا بكم للسادة والسيدات أنا والسادة دايما أننا بستضيف امرأة ببسوطة يعني بصراحة يعني مش عارفة هيقدرها مخالفة بقى ولا مش مخالفة مش مهم لكن خلوني أقولك بسرعة أنه محافظة القاهرة فيها 49 مقعد في الإعادة حسمة فقط منها مقعد مدينة ناصر لدكتور سمير غطاس والإعادة عندنا على 48 مقعد دوائر سخنة كتير مدينة ناصر مصر الجديدة المعادي الويلي سيدة زينب قصر النيل دايرة سخنة جدا ومهمة نخرج بقى فاصل وبعد الفاصل نبتدي الكلام مع الأساتف ترجمة نانسي قنقر